يا أهلا بيكم مرة تانية إحنا النهاردة يا حضرات من ورارة دكتورة دينا أبو سعود عشان تكلمنا في الموضوع اللي يعتبر هو الأهم في الوقت اللي إحنا فيه ده مسألة تقوية المناعة وده مليان تفاصيل كتير هنحب نعرفها منك يا دكتورة دينا صباح الحرارة عليك وأهلا بيك معنا زكا كريم الحمد لله كله حلو المناعة اللي طول عمرها مهمة بس في الزمن اللي إحنا فيه ده ونتيجة كتر الفيروسات والمستجدات والمستجدات والمتحورات بقت في منتهى الأهمية فنعمل إيه فعلا عشان مش بس نحفظ على مناعتنا نحفظ عليها وندعمها ونقويها طبعا موضوع المناعة ده موضوع مهم جدا ولازم كلنا بلا استثناء نعرف نقوي منعتنا من جميع الأعمار ستات رجالة شباب سن كبير كلنا لازم نقوي منعتنا كل يوم فيروس بيطلع كل يوم متحور بيطلع كل يوم فطريات لو أنا مناعتي مش قوية هتستطيع تستحوذ علي إزاي نقدر نقوي منعتنا بحاجات كتير أولا الحركة بتقوي المناعة الرياضة بتقوي المناعة عندي الأكل الصحي مليان فيتامنات زي فيتامين سي الذي هو زي البرتقال والسترس والحاجات الطماطم والجوافة والحاجات دي كلها بتقوي المناعة البروتينات بتقوي المناعة لأن البروتينات أو اللحوم اللي فيها فيتامين بي بتقدر تقوي المناعة. شرب المياه بكثرة يقوي المناعة. أو شرب المياه مش بكثرة. المياه الكافية. اللي هو من 2.5-3 لتر في اليوم. بيقدر يقوي المناعة. النوم بالليل والنوم 8 ساعات في اليوم ليلا. كل ده بيقوي المناعة. مع ألب مالتي فيت. أو مع المالتي فيتمن. اللي كل مرة بتكلم عنه. المرخص من هيئة سلامة الغذاء. الآمن لجميع الأعمار والآمن لأصحاب الأمراض المزمنة. اللي جوة 13 فيتامين وعنصر. هو أكيد برشحه وبقوة لمناعة قوية والصحة قوية. والدعم التمثيل الغذائي. والعظم كمان لأنه يحتوي على الكالسيم. يعني المناعة من أهم أسلحة تقويتها الفيتامين. طبعا. طبعا. أكيد. الفيتامين. وإن أنا لا أكثر من المضادات الحيوية. يعني المضادات الحيوية بتتاخد عند اللزوم فقط. يعني ممكن أن حد مثلا عنده شوية برد عايشة بيها. عايشة بيها وعايشة بالمسكنات. وهي ما عندهش على فكر ببقاش عندها ألم. بس كونسبت أن أنا بأخذ مسكن كده من غير ألام أساسا. فكل الحاجات دي خطر جدا. وكمية السكريات. وكل مرة أقول السكر اللي ما بتعملهش مونيتر. السكر اللي مناخد بقى ثلاثة أربعة معالة سكر عشان دلوقتي. بعديها القهوة وبعديها حاجة حلوة وبعديها رز بلبن. وبعدي كل الحاجات دي من غير مونيتر. أكيد السكريات بتهد المناعة. ومحدش ياخد أدوية من الكورتيزونات أو مشتقات الكورتيزون. غير باستشار الطبيب. أكيد. ورغبات الهورمونز عندي أكيد بتهد المناعة. كل الحاجات دي. ألف مالتيفيت بيفيد المناعة بأي شكل؟ بيفيد المناعة جدا. ليه؟ لأن أهم فيتامين ومعدن للمناعة الزنك وفيتامين سي. الاتنين دول مهمين جدا المناعة. أنا عندي الأعلى تركيز في الزنك. زي ما مكتوب عندي أنه أعلى تركيز في الزنك. طبعا الزنك مهم جدا للمناعة. بلاس طاقة. بلاس ذكورة. بلاس طبعا 800 ميلي جرام. تركيز عالي وحلو. ومعدن الزنك عندي أولمس 24 ميلي جرام. طبعا اللي بيميز كمان ألف مالتيفيت أنه غني بمجموعة فيتامين به الكاملة. وده صعب أنك تلاقيه في أي مالتيفيتامين آخر. إكسبت ألف مالتيفيت. هو دايما ليه في بيتامين بيت حسيه نجم كده في وسط بيت البيتامين. عشان فيتامين بي مهم جدا للحياة ومهم لدعم. كل البيتامين مهم مش معنى هو اللي دايما عليك كلام. هو طبعا كل الفيتامين بي لا شك مهم. لكن فيتامين بي هتلاقي دكتور الغودة الصماء أو دكتور البطنة. لو عنده مريض عنده سكر. دايريكت يقوله فيتامين بي. لأن مريض السكر طول الوقت عنده لتهاب في أعصاب. فيتامين بي مقوي جدا للأعصاب. فيتامين بي الأهم لدعم التمثيل الغذائي. وكذا مرة كلمت على أهمية سرعة الأيد. وأهمية الموتابولزم بتاع جسمنا عشان الحياة عمتا. دعم التمثيل الغذائي. إن أنا زي عرف لما أكل الأكل دا يقدر يتحول لطاقة. ومش بتكلم على الطاقات اللي هي الحركة. أنا بتكلم على كل الطاقات جسمي. نقل الهرمونات في جسمي. كل من الغدد للمستقبلاتها في الخلايا. محتاجة تمثيل غذائي. وده اللي بيعمله فيتامين بي. طرد السموم من الجسم محتاج تمثيل غذائي. الحركة معاك وأنا بتكلم وباخد نفسي. ده محتاج طاقة. يعني كل يوم أنا النفس ده بيطلع لي سعرات حرارية. مهم. وأنا نايمة في وقت الراحة. النفس بيطلع سعرات حرارية؟ النفس بيطلع. لازم طاقة. يعني لازم أستهلك سعرات حرارية. عشان أعرف يعني لازم يبقى أفهمك إزداد. دي حاجة اسمها الطاقات الخفية. فالطاقات الخفية محتاجين لها. يعني أنا مثلا عملية الهضم. أنا بحس. أنت ما بتحس بعملية الهضم. لكن عملية الهضم محتاجين أن نحن نحرق سعرات حرارية. علشان يحصل عملية الهضم دي عملية معقدة وصعبة جدا. وعملية نقل الهرمونات أنا ما بحس بيها. ونقل الأكسوجين من الرئة للخلايا. كل الحاجات دي محتاجة سعرات حرارية أكيد. أكيد. وده اللي بيعمله فيتامين بيه. طبعا عندي كمان داخل القلب مالتي فيت. زي ما قلت لك الزنك والنحاس مع بعض. ده مهمين جدا. وعندي داخل قلب مالتي فيت. الكالسيوم. الكالسيوم مهم لدعم عظمي. لدعم الغضاريف. لدعم سناني. والانقباض عضلة القلب. وانقباض العضلات كلها محتاجة على فكرة الكالسيوم كمان. ودعم دوافري أكيد. هل المكملات الغذائية. حاجة زي الله واحد منكلم على قلب مالتي فيت بصفة خاصة. هل بيزود الوزن. يعني لو في حد عنده مشكلة مثلا. مش وصل السمنة. بس يعني وزنه زي الحبتين. لو خدوا. ده بيزود الوزن. ولا.. بالنسبة؟ في ناس بتقول لأن الفيتامينات بتزود الوزن. هي الفيتامينات بتدعم الصحة النفسية. مش بتزود الوزن. لكن بما من دع. لما تقتل من دع صحة النفسية ، فممكن الناس تقعد الثمت يدي gone to take et to come. ممكن وقتها يزيد الوزن. لكن هو مو يزيد الشيب الوزن. هو هو بيدعم الصحة النفسية وبيدعم الطاقة. وبعدين قلب مولتي فيت فيتامين سي ده أصلا بيحرق للدهون. يعني هو غير أنه هو بيدعم لي نسبة الحديد في الدم. بيدعم لي جمال البشرة والشعر بيشتغل كمضاد أجسادها. هو بيحرق للدهون كمان. لكن هو الفيتامينات ليست فاتحة للشهية. هو بيدعم الصحة النفسية. البيتامينات ذي ما ينفعش نحصر عليها كاملة من خلال الأكل. يعني لازم نلجأ لمكمل. اللي يقدر يأكل ويعرف ومتأكد أنه هو بيأخذ كل الفيتامينات من الأكل. خلاص لكن صعب جدا أن أنا أعرف أن أنا أخذ يوميا. لأن الجسم لا ينتج الفيتامينات. الفيتامينات الجسم ما بينتجهاش. ولازم من بره الإنتاج من الأكل. فمثلا في فيتامينز موجودة في الصلاطات ومش موجودة. وأنا النهاردة مش أكل صلاطة. طيب أنا ما دخليش الفيتامينات المهمة. ناس كتير فيجيتاريانز ما بيكلوش لحمة. واللحوم فيها فيتامين بهم. واللحوم فيها الحديد. فممكن يبقى عندهم الأصحى هذه. هو الطبخ نفسه وعملية الطبخة أو التصنيع للأكل. هل بيفقد الأكل شيء من المعادن والبيتون. أحيانا طبعا كتير جدا. وأنا أصد الخضار بصفة خاصة. السوتين. الخضار والسوتين. لو زادت قوي. يعني على طول بقول. اللي هيعمل سوتين. يسيبه يقرأش سنة. يعني ما يبقاش مهري. لأن الحرارة العالية. خلاص ما بقاش فيه فيتامين. بتأثر على الفيتامين اللي جوه الخضار. فعشان كده بقول بيبقى سيمي مطبوخ. مش مطبوخ قوي إنه مهري. ده مهم جدا. لا ودهي بربوز أهمية فعلا بقى الاستعانة بمكملات غذائية من زاوية إن إحنا لا كما ولا كيفا هلقدر ناخد كمية الفيتامينز اللي جوه فينا. طبعا أنا بدعم جدا المكملات الغذائية الأمنة اللي ليها تصريح سواء من وزارة الصحة سواء من نهاية السلامة. هي أمن لكل بالمناسبة؟ طبعا قلبة مولتي فيت أمن لكل الناس. حتى أمن للحوامل. مهم جدا أنها تستخدم قلبة مولتي فيت لأنه فيه فوليك أسد ممكن تحتاج كالسيم زيادة تقدر تستشير طبيبها لو محتاجة كالسيم زيادة هتحتاج أميجا كمان بره قلبة مولتي فيت حاجات كده. أمن لأصحاب الأمراض المزمنة لأنه مهم جدا ليهم فيتامين به أصحاب أمراض السكر. أمن للضغط للقلب أمن لمريض الكوليسترول ما عنديش أي مشكلة فيه خالص. أما حاجة ناط إكسيد الجرعة المصرح بيها. الجرعة المصرح بيها هو أرث واحد بس في اليوم. هناخده إمتى؟ يأما بعد الفطار يأما بعد الغداء بساعة على كوباية مياه كبيرة. بس في الحالتين بيتاخد في النهار؟ في النهار لأنه بيدعم الطاقة. لا لا ما بحبوش أبدا يتاخد بالليل يعني. أنا عايزة دعم طاقتي. عايزة أنزل. عايزة أشتغل عندي. عايزة أمارس نشاطي اليومي. فبأخذوا بعد الفطار أو بعد الغداء. الرياضيين يأخذوا قبل التمرين بتاعهم بنص ساعة. مهم جدا للرياضيين. جدا. على ذاكر الطاقة يا دينا. هي أي الحاجات اللي بتضيع الطاقة من البنية ده؟ الحاجات اللي بتضيع الطاقة. النوم الستة الصبح. وينسحة ثلاثة دهر. ده بضيع الطاقة أكيد. يعني على طول بقول النوم لازم نبقى 11-12 نبقى نايمين. ولأخذ الثمن ساعات على الأقل. اللي بيضيع الطاقة وبيهدها السكر الكتير. الانتاج من الشوغرز كتير جدا. التدخين أكيد. ممكن كمان اللي بيضيع الطاقة. فكرة مشروبات الطاقة. حلو أن أنا أخذ لو هاخذ واحد بس. لكن في ناس فكرة أن مشروبات الطاقة دي بتتاخذ خمسة وستة. يعني إحنا كده بنعلي جدا نسبة الكافيين. القهوة طبعا كويسة أول الطاقة. لكن في الجان في الجانين في اليوم. لكن أخذ خمسة وستة فناجين أو أول ما الكافيين بيعلى. ده بيعملي كمبليكيشنز كتير جدا. منها ضربات قلب سريعة. ضغط ممكن يعلى. فكونسبت أن مشروب الطاقة أو القهوة أخذ منهم من الصبح. اللي اللي عمل على البطال ده مشروب خاطئ. ده بيهديلي الطاقة مش بيدعمها لي. كل حاجة لازم تبقى بالحد المصرح بيها. طب فيه ناس بتبقى طبيعة حياتها عشوائية. ولا عارفة تحسد ولا عارفة تتخطط ولا عارفة تمنهج لنفسها أو حتى ترسم لنفسها تراك معين عشان تمشي من خلاله في سكة الحياة الصحية. الناس دي محتاجها يتقلها إيه؟ الناس دي احنا كلنا لازم نغير نمط حياتنا. يعني كتير مننا برضو ما بيركس في موضوع الأكل الصحي. ان احنا لازم نخش على جوجل يعني يعني نبس نكتب ايه هي الأكلات الصحية كلنا هنفهم كلنا هنعرف. موضوع كمان شرب المياه ما يفاشل لنا. يا عادة الأكلات الصحية هي بتكون الأقل طعامة يعني مش عارف يعني فيه ناس كتير معرفش أنا واحد من الناس الحقيقة كلبة الصحية دي تحس. لا أنا مش بقول على طول على فكرة. مزيد أكل الحرسة اللي هي كلها زيوت مهضراجة ودهون غير صحية. بناكل كل حاجة يعني مش بقول طول الوقت أكلات الصحية مش بقول كده بقول كلنا ناكل كل حاجة بس يبقى بالمعدلات الطبيعية. أنا أنا باكل على فكرة باكل كل حاجة في الدنيا. بس زمان كنت باكل كتير يعني زي قبل كده في حلقة قطي لحالة محشي كنت بخلص حالة محشي زمان. لا ده فعلا دلوقتي خلاص بقيت أفهم. لا إن كل حاجة تبقى بالحد المسموح بيها أو ما قطرش ما قطرش في الحاجات المش صحية. لكن كعكل ناكل كل حاجة ما عنديش مشكلة بس بمقدار بسيط. في إطار متصل يعني تجدر الإشارة يا حضرات إن دينا كانت من كم يوم منزلة صورة على الفيزوك. على ذكر يعني أكلات الصحية يعني كانت بتحاول تتطهر بالفلال اللي هي نشرت الصورة دي. وهي بس كأ يعني أنا مش عارف حواوش إيه اللي أدل الزرار دا يعني. المهم ميني حواوش إيه. لا أكل لا مش ميني دا دي فتك. ومستوار عملة تعبير وش اللي هي يعني إيه مش عارفة تودي وش راح من نينا فيه. من الناس لأن إيه قولي الله فبقول يا جماعة أنا باكل والله يعني بقول لما نزلت الصورة لقيت أنا لما جيت القناة أخبار الحواوش إيه يا دكتورة دينا. إن الناس فاكرة إن أنا يعني ما باكلش لأ أنا ضربت اتنين رغيف وبيسألوني كام رغيف أكلتي. لكن ما فيش مشكلة الأكل جميل لكن. دا من مباهج الحياة الأكل عموما من مباهج الحياة فعلا. إحنا كثقافتنا آه كل كل بلد وليا ثقافتها. إحنا كثقافتنا حتى إحنا النهاردة معزومين على مش عارفة إيه فدي بهجة. الأكل طبعا إحنا عندنا الأكل دا بهجة كبيرة جدا يعني. هل في نصيحة بالمناسبة تحب تنصحيها لسيدات يعني ستات البيوت بصفة خاصة عند الطبخ. ما فتحنا الكلام في حتة الزيوت المهدرجة والدهون الغير صحية وحاجات زي كده. عند الطبخ الموضوع الألي أن احنا نحمر بطاطس بانيهات أو أي حاجة. كفاية مرة واحدة ويترمي الزيت. ماكسيمال مرتين. لكن قبل كده كنت بسمع أن في سيدات بيسيبوا الزيت بالسبعة تمن مرات. دا بيعرض الجسم للأكسادة. دا مهم جدا. موضوع أن احنا نحط نفكر زي نحط أسماك في اليوم في الأسبوع. يعني ناس بتنسى السمك. السمك مهم جدا. السمك كله أوميجا. مدام ما باخدش أوميجا لازم أكل أسماك على الأقل مرتين في الأسبوع. وهي أصلا الأوميجا أهميتها جاي من هنا؟ الأوميجا مهم جدا لدعم التركيز. والدعم نسبة الكوليسترول في الدم. مهم جدا للست الحامل ومهم جدا للست اللي بتردع. مهم للصحة النفسية. فكل الأوميجا موجودة في الحاجات البحرية. وطبعا لازم تبقى يعني أي أم مركزة مع أطفالها هم بيأكلوا إيه. عشان موضوع السمنة ده خطر كبير جدا أن أطفالنا يبقى عندهم سمنة. وكمية السكريات اللي بيأخذوها والجنك فوت. حاول من هم صغيرين تعودهم على اللي هي عايزة. وده يعتبر مستحيل إلى حد كبير. تعافل أطفال وتعالقهم بالحلويات والمقارمشات والعصائر. هقول لك لي عشان هم الأمهات هي بتعود العيال كده على كده. لكن من هم صغيرين مش متعودين على الحاجات دي. هيكبروا. لما يكبروا ويحطوا الحاجات دي في بقوم هيستغربوها شوي. خلي بالك أنا لما أتكلم في الموضوع ده. أنا زمان ما كنتش كده خالص. يعني أنا كنت بأخذ يجي كل ساعتين معلقتين سكر في اليوم. يعني برضو أنا كنت عشوائية على فكرة. يعني برضو عادي أن أقول. لكن ده عمالي في الصحة رهيبة. لما بقى لي ثلاث سنين موقفة السكر من حياتي. حياتي تغيرت. حياتي تغيرت كمبليتلي. حتى نشاط بقى أحسن. تركيز بقى أحسن. عشان كده تجربتي في قصة السكريات. كل مرة بحب أفيد بها للناس يعني. بالمناسبة برضو عشان الوقت ما يسرقنيش. في عندنا شوية أسئلة جتليرة من الناس. منهم مشاهدي محمد بيقول. هل فكرة أن أنا أخذ المكملات الغذائية بشكل عام. لازم أعمل قبلها تحليل. أو أخذها مع نفسي؟ الفيتامينات القبلة للزوابان في الماء. مدام زي ألبا مالتي فيت. تركيزاتها مش عالية قوي. أنها تحمل لي على الكلا. ما عندي مشكلة. لا تكلم عن الفيتامينات القبلة للزوابان في الماء. زي ألبا مالتي فيت. بخت أرس واحد في اليوم. الفيتامينات اللي قبل الزوبان في الدهون ممكن أعمل لها التحليل بتاعها قبل ما أخذ الفيتامين. تمام. طيب من متحة بتقول هي علبة ألف مالتي فيد فيها كم أرس وكم شريط وتكفي وقت قد إيه. وقدر ألاقيها في البحيرة ولا لا؟ ألف مالتي فيد العبوة 3 شرايط 30 أرس. كل شريط فيه 10 أرس. هيكفيني شهر مدام أنا بمشي على أرس واحد بس في اليوم. موجود في البحيرة في البحيرة طبعا لأننا متوجدين في سلسلة سيدلات كبيرة مغطية كل محافظات مصر واللي مش قادر ينزل السيدلية يقدر يتكلم عن طريق الرقم اللي ظهر على الشاشة. بنوصل لحد باب البيت. وبقول لكل الدكاترة السيدلة. احنا متوجدين في الشركة المتحدة للسيدلة. ده لأي دكتور أو دكتورة سيدلانية عايزة توفر ألف مالتي فيد داخل السيدلية. يكلموا الشركة المتحدة دي شركة من الأكبر شركات التوزيع الأدوية والكوزماتيكس في مصر. جميل. ده اللي أحمد بتقول إزاي أقدر أقوي من مناعة والدتي لأنها عندها سبعين سنة. وهل ألف مالتي فيد آمن لها ولا لا؟ ألف مالتي فيد طبعا هيبق آمن لها جدا. وبنصح ها من ساعة ما شفيتنا النهاردة أنها تدي للوالدة ألف مالتي فيد قرص واحد في اليوم. هيديها الفيتامين سي الكفاية وهيديها الزنك اللي بيقوي منعتها جدا. فآمن لها جدا طبعا. طيب إصراء بدوي بطول صباحا الخير عليكم جميعا. كنت عايزة أسأل دكتورة دينا. أنا بعاني من فكرة أن أنا لما بقوم من النوم بحس أن أنا دايخة والدنيا بتسود في وشي لمدة كذا ثانية. وساعات برضو بتحصل لي في وسط اليوم. لما أجي آقف فجأة أحس بوشي وأن أنا مش شايفة قدامي. هل دي ليه علاقة بنقص الفيتامينز؟ أحيانا بيبقى ليها علاقة بنقص الفيتامينز وأحيانا بيبقى ليها علاقة بنقص الحديد. كويسة. ومن أهم الفيتامينات المهمة جدا لها الكوبالامين أو فيتامين بيه 12. وده موجود داخل ألب مالتي فيت. فتقدر مدام تطمين أن نسبة الحديد كويسة. تاخد ألب مالتي فيت. قرص واحد بس في اليوم. بلس أن ألب مالتي فيت داخله فيتامين سي المهم جدا كمان. لأن فيتامين سي يعزز لإمصاص الحديد. دي حاجة مهمة جدا كمان. طيب. سندو السامي بتشتكي من حاجة كتير قوي من البنات. بالنسبة لهم مصيبة سعود. يعني الشكوى دي. بالنسبة للجالة اللي مش عارفين هو فين المشكلة. لكن بالنسبة للبنات بيتكلموا عنها وكأنها حدث جلل. فكرة إن الدوافر بتتكسر. آه دي كرسة أيوة. رد الفعل الأنساوي الكلاسيكي. أيوة. وبتلاقي بنات كتير بتستسهل وتراكب الجيل نيلز. معنديش مشكلة. يعني مهم قوي أقول في موضوع الدوافر. هي بتشتكي عموما إن دوافرها مش بتطول الخارس. ولو ربنا نفق في صورتها وتولد شوية بتتكسر. بتتكسر على طول. ممكن يبقى ناقص زينك. ممكن يبقى ناقص كالسيا. ممكن يبقى ناقص فيتامين بي. فتقدر تستخدم ألفا مالتي فيت. ونصحتي برضو للبنات اللي بيركبوا الدوافر السابتة. ما تقعدوش بالست شهور وتقعدوا تعاملوا ريف فل. لازم الدوافر محتاجة أكسوجين ومحتاجة تتنفس. يعني ركبوها شوية وشلوها عشان الدوافر نفسه محتاجة تنفس. فمش طول الوقت احنا لازقين النيلز دي. دي مهمة. وقبل ما نام لو عندي حاجة ترتيب أرطب حوالي دوافري. بلاس ان اخد قلب مالتي فيت. لان الدوافر مهم لها جدا الكالسيوم. ومهم لها البيوتين. ومهم لها الزينك. تالواحد كويس انه ما طلعش بنيوت. قبل دي التقوص بتاعت قبل النوم بترتيب الدوافر وتزبيت الرموش وتنتيف الحوالي بيان هربية. لا الحمد لله على كده او. مش كل البنات على فكرة. والله يا كريم مش كل البنات كل يعني يعني مش كل البنات بتبقى مركزة اوي. انا عادي انطلع من غير مانيكيرو يعني جميلة بكل احوالي. مش كل البنات مركزة اوي عادي. نورتيني دينا مشكورك على وجودك معنا جزيل. شكر وان شاء الله تشوفك على خير بإذن الله. واشكركم يعني مشاهدينا في كل مكان على متابعاتكم دينا في حلقاتنا النهاردة. ان شاء الله ننتخي على خير في يوم جديد وحلقة جديدة من عشر الصبح في الاهلي صباح الفل عليكم.